افتتح خادم الحرمين الشارفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع سقيا زمزم الذي يعد أكبر مشروعاً للمياه في الشرق الأوسط لإنتاج عبوات المياه آلياً بواسطة نظام تقني متقدم لسد احتياجات الحجاج والمعتمرين في أوقات الظروة حيث يتم تخزين واستخرج العبوات آلياً من خطوط الإنتاج عبر سيور آلية تصل بين خطوط الإنتاج والجسر الناقل الذي يصل بدوره بين مصنع التعبئة والمستودع المركزي الذي يتسع لمليون ونصف المليون عبوة على صوت خارير ماء زمزم المتدفق عبر خطوط الإنتاج ضخ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم أول العبوات آلياً ليطوي معها صفحة معاناة كانت تواجهها مياه زمزم في السابق هذا المشروع يختص بمياه زمزم يخدم أكثر من حدف الأول هو التأكد من نقاوة مياه زمزم مر ثلاثة أعوام بين بداية إنشاء مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم وقيامه اليوم بالتدشين وصولاً إلى أكثر من خمسة ملايين لتر تتدفق من مياه زمزم نحو الحرام المكي وأفئدة المسلمين مسنودة بعشرة ملايين لتر للتخزين وأيضاً طموحات بمد شبكة مياه زمزم إلى جميع أرجاء المشاعر المقدسة عمرة وحجاً التنقية تتم كمرحلة أولى تنقل المياه من البئر بواسطة أنابيب وضعت حديثاً من الحديد الغير قابل للصدى إلى المصنع ثم يتأكد من النقاوة التاريخ كان مسؤولاً عن تخريد مشاريع تطوير السقيا زمزم حتى في زمن ما قبل الإسلام بينما مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم يعد الأكثر قدرة على ضمان وصول المياه إلى أكبر عدد من الراغبين ويضمن عمراً أطول للمياه المنقولة 700 مليون ريال تنهي معاناة أهالي مكة المكرمة وزوارها من أجل الحصول على شربة من ماء زمزم هذه المحطة الجديدة ستقضي على مواقع الازدحام والبيع العشوائي التي كانت عليه في السابق جاء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسقيا زمزم محمولاً على فاتورة أولية سخية تنفيذاً لرغبة ملكية ودراسات أكدت أن حماية مياه زمزم من الهدر والتلوث أصبح مشروع دولة كما هو أمنية أمة خمسة زراني العربية مكة المكرمة